يتم تقديم حصص الاستماع والتحدث في خمس حصص في الأسبوع في كل من المستوى الأول والثاني ابتدائي يضم هذا المكون عنصور الحكاية متبوعاً بالوضعية التواصلية التي تستقي الفعل الكلامي أو الأساليب التي تتناولها من المقطع الحكائي تتوزع الحصص الخمسة للوضعية التواصلية كالتالي الحصة الأولى مخصصة لاكتشاف الأساليب أو الفعل الكلامي والحصتين الثانية والثالثة لاستعمال الفعل الكلامي ثم الحصتين الرابعة والخامسة لتوظيف ما تعلمه في سياقات أخرى تمتد كل حصة خمسة عشر دقيقة في المستوى الأول ابتدائي وعشر دقائق في المستوى الثاني تتشابه مراحل إعداد جذاذة الوضعية التواصلية في كل من المستوى الأول والثاني ابتدائي وارتأينا تقديم نموذج لجذاذات جميع الحصص تهم فعل النهي للمستوى الأول فأهداف الحصة الأولى أن يكون المتعلم قادراً على اكتشاف الأساليب والفعل الكلامي المرتبط بالنهي المراحل أولاً وضعية الانطلاق يقود المدرس المتعلمين إلى استرجاع المقطع الحكائي ذي صلة بموضوع النهي والتعبير عنه ثانياً ملاحظة واكتشاف خلال مرحلة الملاحظة والاكتشاف يعرض المدرس مشهد الوضعية التواصلية ويدفع بالمتعلمين من خلال سؤالهم إلى استحضار شخصيات المشهد عناصر المشهد ثم أحداث المشهد الخطوة الثانية تقوم على استرجاع الوضعية التواصلية وترديده إذ يقود المدرس المتعلمين إلى استرجاع الحوار الذي راج بين الشخصيات والمتعلق بالنهي لا تركض في الشارع حتى لا تعثر ولا تأكل كثيراً من السكاكر ولا تشرب الكثير من العصائر كي لا تمرض بعدها يدعو المتعلمين والمتعلمات إلى ترديد المقطع الحواري ثنائياً وبالتناوب دون مطالبتهم تشخيصه عبر الإيماءات والحركات وغيره أما الحصة الثانية فتهدف إلى تمكين المتعلم من القدرة على استعمال الفعل الكلامي المتعلق بالنهي المراحل وضعية الانطلاق يساعد المدرس المتعلمين على تذكر مقطع الحكاية المرتبط بالنهي باعتماد المشهد وطرح الأسئلة ثانياً الاستعمال ينتدب المدرس المتعلمين لترديد المقطع الحكائي بعدها يدعوهم إلى تشخيص المقطع الحكائي ثنائياً الحصة الثالثة من أهدافها القدرة على استعمال الفعل الكلامي المراحل وضعية الانطلاق يقود المدرس المتعلمين إلى استرجاع المقطع الحكائي موضوع الدرس وترديده الاستعمال ينتدب الاستاذ المتعلمات والمتعلمين لترديد المقطع الحكائي يدعو بعدها المتعلمين إلى تشخيص مواقف أخرى تستدعي استعمال عبارات النهي مع تجسيد الحركات والملامح المناسبة يفتح المدرس حواراً مع متعلمه من أجل ترصيخ قيمة النهي وذلك بالإجابة على أسئلة من قبيل إذا رأيت صديقك يرمي الأزبال في الطريق باذا تقول له؟ أما الحصة الرابعة فتهدف إلى توظيف الفعل الكلامي المتعلق بالنهي وذلك وثق المراحل التالية وضعية الانطلاق يساعد المدرس المتعلمين على تذكر المقطع الحكائي وتشخيصه التوظيف يخلق المدرس موقفاً تواصلياً آخر يمكن المتعلم من توظيف الفعل الكلامي الناهي رأيت صديقتك تكتب على الجدرات فأردت أن تنهيها عن ذلك ماذا تقول لها؟ لا تكتبي على الجدرات يقوم بعدها المدرس على نفس المنوال باقتراح مواقف أخرى تستدعي الفعل الكلامي موضوع الدرس ويدعوهم لتشخيصها أما الحصة الخامسة والأخيرة فتهدف كذلك إلى توظيف الفعل الكلامي وذلك عبر المراحل التالية وضعية الانطلاق يقترح المدرس على متعلميه بعض المواقف التي تساعدهم على توظيف أفعال الناهي والتعبير عنه التوظيف يقسم المدرس المتعلمين إلى مجموعة صغيرة يطلب من كل مجموعة التفكير في موقف تواصلي يوظفون فيه أفعال الناهي يترك المدرس للمتعلمين مهلة للتفكير في الوضعية والتمرن عليها تتقدم كل مجموعة لتشخيص الوضعية يقوم المدرس بمشاركة المتعلمين بتقويم تشخيص كل مجموعة وإبداء الرأي من حيث توظيف أفعال الناهي أو سلامة اللغة وحسن تقمس الأدوار ليصلكم كل جديد المرجو الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ولا تبخلوا علينا بالإعجاب والتعليق أسفل الفيديو ترجمة نانسي قنقر